خلينا بس نحكي عن الفرق بين المقاطعة وبين الورقة البيضة يعني في ناس بتقول انه خيب رح روح حط ورقة بيضة او ما رح روح او بدي قاطع او هي زيتة الورقة بيضة والمقاطعة شو الفرق وين خلينا نقول نسبة الضرر اكبر فرق كبير بدي ذكر انه قبل الالفين وثماني يعني قبل الانون خمسة وعشرين على الفين وثماني يلي على اساسه صارت انتخابات الالفين وثماني كانت الورقة البيضة لا تحتسب كانوا يعتبروها ملغات يعني مثل الورقة اللي هي تعليمي مثل الورقة اللي فيها شتيمة خلال هاي دي كانت تعتبر الورقة البيضة مثل يعني بالنتائج النهائية بالمحضر كانوا يقولوا عدد المقترعين شو هو كل واحد شو اخد الأوراق الملغات كذا ضمن الورقة البيضة التعديل صار بال2008 وأنا يعني بقدر قول أني كتير سعي تلق له لأنه مهمة تبيني إذا كانت حالة اعتراضية شو حجمة بوقتها كنا بنظام أكتري يعني إذا بتجي بنظام أكتري بتقولي نسبة المقترعين 35% ونسبة الأوراق البيضاء 30% قصة كبيرة لأنه يعني بنتذكر ب 92 انتخابات 92 كان في حالة مقاطعة كبيرة على مستوى المسيح بشكل خاص بس ما كان في ورقة بيضة بالتالي ما كان فيك تقولي إذا فعلا هول الناس قاطعوا أو كانوا على البحر أو كانوا بالبيت أو مشان هيك الورقة البيضة أهمية احتسابها هاي واحد اثنين الورقة البيضة مع النظام النسبي شو بتعمل هي موقف أكيد هي موقف بس شو بتعمل تقنيا شو بتعمل بتخلي أنه الحاصل الانتخابي يرتفع لنا الحاصل الانتخابي هو عدد اللي صوته مقصوم عدد المقاعد طيب مازال عم نحسبها للورقة البيضة يعني بتصعب أكتر عملية الوصول ولا يمكن لأنه إذا عليت الحاصل وهيدا الحاصل القوى التغيير مثلا أو الأقليات السياسية ما قادرت توصل للحاصل شو بنكون عملنا بنكون استبعدنا هم تكون فينا الأحزاب أو الأحزاب التقليدية يعني سيفلو حدان الورقة البيضة صحيح أنا مع الورقة البيضة إذا كانت منظمة جدا بس ورقة بيضة يعني يكون في حملة للورقة البيضة يكون في مجموعات منظمة عم تقول بنا روح على ورقة بيضة هون بتفيد حتى بالنظام النسبي أما ورقة بيضة ممكن تعطي نتيجة عكسية يعني شو بتقول للناس اليوم نحنا بلبنان ما في إمكان أو خلينا نقول ما في إمكانية لحملة ورقة بيضة منظمة فإذا خيار المقاطعة أو يلي هي صمت والبقاء في المنزل أو الورقة البيضة هيدا خيار قد ما تكون سيئة الورقة البيضة على المستوى الحاصل بس بتظل تعبير ديمقراطي بتظل تعبير ديمقراطي يعني عم بيروح المواطني مارس حقه وما بقول واجبه عم بقول حقه وقاصد قول حقه لأنه عندنا كتير واجبات الانتخاب حق وهيدا عم بيرسوا الورقة البيضة بالأوراق المقبوعة سلفا اللي عندنا إياها هي أنه ما نحط ولا إشارة على ولا لاحة يعني لا إشارة على لاحة ولا نعمل نحط صوت تفضيلي ولا صوت تفضيلي ولا إشارة على لاحة تعطي برساعتها ورقة بيضة